بيبدأ المسلسل في مستشفى وبيكون في حالة مصابة إصابة خطيرة ومحتاجة تدخل العمليات ضروري وبعدها بنشوف الكل هما بيسألوا عن دكتور عاطف عشان يدخل العمليات وينقذ المريض وفي الوقت ده بيظهر عاطف واللي بينجح في انه ينقذ المريض بكل سهولة وفي وسط ما كل الموجودين مندهشين وبيسقفوا له وبيانه بيمشي عاطف فاكنه بيسمع صوت تليفونه وبعدها بيكتشف انه نسي التليفون في بطن المريض وبيدخل السجن وبيتحكم عليه بالإعدام لكنه بيصحى من انهم مغدود وبنكتشف انه كان بيحلم وفي الوقت ده بيلاقي والده واقف قدامه فبيتخض عاطف وبيسأله ان كان عايز حاجة فبيرد عليه والده وبيسأله عن وقت صحيان دكتور مجدي عقوب أو ابن سينة فبيستغرب عاطف من السؤال وبيقوله بيصحوا الساعة 7 وبيكون ابو عاطف متضايق بسبب انه صاح متأخر وبعدها بيطلب منه انه يفوق عشان يشوف التكليف بتاعه وبيتضايق عاطف وبيقوله انه لسه بدري لكنه بيخاف لما بيلاقي ابوه متعصى فبيوافق عاطف وبيقوم معاه وبعدها بيديه ابوه فلوس فبيشكره عاطف وبيقوله انه عارف انه متقل عليه وان الوضع هيتغير لما يشتغل ويبقى معه فلوس فبيرد عليه ابوه وبيقوله انه يتمنى انه يكون ليه فلوسه الخاصة وانه ماينفعش ياخد منه مصروف لانه بقى دكتور خلاص فبيتدايق عاطف وبيقوله انه لسه متخرج من شهر وانه ما عادش في البت كتير وبتظهر والدة عاطف وبتحاول انها تطمنه وبتقوله انه يبقى دكتور كبير وبيطلب عاطف منها انها تدعيله ان تكليفه يكون في مكان قريب وفي اسناء ما هم بيتكلمه بيخبط الباب ولما بيفتح عاطف بيلاقي واحد جارهم بيطلب منه انه يديله حقنة لكن عاطف بيرفض وبيقفل الباب فبيستغرب والده منه فبيقوله عاطف انه مش تمرجي وبيمشي وبنرجع بالزمن وبنشوف عاطف وطفل وبيبقى متضايق بسبب انه كان عايز من ابو انه يشتري له لبس سوبرمان لكن ابو بيجيب له بلطه هداية وبنشوف عاطف هو في عيد ميلاده وبيكون مستني هديته والده فبيتصدم لما بيلاقيه جايبله ميكروسكوب هداية وبيحزن عاطف وبيسيبه وبيمشي وبعدها بيدخل والده وعليه اوته وبيشيل صور سوبرمان وبيحط بدلها صور مجدي عقوب وابن سينا وبيكون ولد عاطف بيعمل كل ده بسبب ان حلمه في الحياة انه يكون ابن دكتور وبعدها بنشوف عاطف هو بيجبر وبيدخل كلية الطب وبيتخرج وبينزل عاطف عشان يقابل صاحبه ويروح مكتب التكليف وبيزهر كرم صاحبه واللي بيكون متضايق بسبب ان عاطف صحاب قدري فبيقوله عاطف نابوه مستعجل عشان يشتغل وبيسأله علامات صحيان ابن سينا وبيكون صاحبه مش عارف مين ابن سينا ده اصلا وبيبقى عاطف مش مصدق انهم اخيرا اتخرجوا وبيقوله صاحبه انه يتمنى انه يكون مكان تكليف قريب وانه يتمنى انهم ميرحوش حلوان لانه بيبقى شايفة بعيدة فبيطمنوا صاحبه بيقوله انهم اكيد هيودهم مكان قريب ولما بيوصل عاطف بيقف في طبور وبيكون مستني دوره وبيبقى مبسوط بسبب ان كل اللي وقفين قدامه في الطبور راحوا اماكن قريبة ولما بيوصل عاطف لدوره بيتصدم لما بيعرف مكان تكليفه وبيقوله الموظف انه مكانه في واحدة صحية في ترشوخ الليف في مدينة كفر الشيخ وبيبقى عاطف مش عارف ينتقى الاسم بتاع القرية وما بيكونش مصدق وبيطلب من الموظف انه يودي مكان قريب وبيقوله انه مش هيروح القرية دي فبيتعصب الموظف عليه وبيطلب منه انه يمشي عشان يشوف شغله وبعد ما بيخرج عاطف بيروح مع كرم عشان يلعبه بليستيشن وبيكون عاطف متضايق بسبب مكان تكليف وبيتعصب على كرم بسبب هدوءه وبيقوله انه مرحين اماكن بعيدة وبنعرف ان صاحبه جاله تكليف في جنوب السودان فبيقوله صاحبه انه مش مهتم وده بسبب انه يقدر يعمل تظلم لان والده متوفي ويقدر يروح مكان قريب وبيقول عاطف انه يقدر هو كمان يعمل تظلم فبيقوله عاطف ان والده عايش لكن اكرم بيقوله انه يقدر يعمل تظلم بسبب انه واحد وان الموضوع بسيط وانها مجرد شهادة يطلعها من الوزارة وساعتها يروح مكان قريب فبيبصت عاطف وتانيهم بيروح لوزارة عشان يطلع الشهادة ولما بيوصل لمكتب الوزارة بيروح لموظف عشان تديره الورقة فبتطلب منه ان يروح لموظف تاني فلما بيروح له عاطف بيلاقي بياكل وبيطلب منه الموظف انه يستنى لحد ما يخلص فبيستنى عاطف ولما بيرجع له بيكتشف انه مش هو المسؤول عن التظلم وبيخليه يروح لوحد تاني فبيتدق عاطف وبيتعصب عليه وبعدها بينجح فانه يطلع ورقة التظلم وبيفكر انه يقدر يتنقل خلاص فبيقوله الموظف انه محتاج يروح للوحدة الصحية عشان يخلي مدير الوحدة يمضيله على قبول التظلم وبعدها يرجع للوزارة عشان يودوا المكان قريب فبيضطر عاطف انه يروح وبعدها بنشوفه وراكب القطر ولما بيوصل لكفر الشيخ بيقابل وحده وبيسأله عن الطريقة اللي يروح بها ترشوخ الليف وبيتبهدل عاطف في الطريق لحد ما بيوصل للوحدة الصحية ولما بيدخل عاطف للوحدة بيقابل أستاذ عبد البديع الترشوخ يموظف لاستقبل في الوحدة وبيفكر عبد البديع ان عاطف مريض وبيطلب منه ان يقطع تسكرة عشان يكشف وبيتفاجئ عبد البديع لما بيعرف ان عاطف الدكتور الجديد وبيطلب منه عاطف انه يقابل مدير الوحدة فبياخد عبد البديع عاطف وبيدخله عند دكتور أشرف مدير الوحدة وبيطلب أشرف من عبد البديع إنه يفتح المروحة قبل ما يمشي وبعدها بيستقبل دكتور أشرف عاطف وبيسأله عن اللي هيشربه وبيقول له عاطف إنه ياخد راحته إنه بقى واحد منهم فبيستغرب عاطف من طريقته وبيقوله إنه محتاج يمديله على ورق التظلم عشان ينقل مكان قريب فبيزعل دكتور أشرف وبيقوله إنه تسع واحد يروح له عشان ينقل وبيتعصب وبيقوله إنه ما فيش حد عايز يشتغل في الأقليم وإنه كله عايز يروح للقائرة واسكندرية وبيبانى على عاطف إنه مش مهتم وبيوافق دكتور أشرف إنه يمديله على الورقة وبيطلب من عاطف إنه يمدي على ورقة تسليم الوظيفة الأول وبعدها يمديله على ورقة التظلم وبيروح دكتور أشرف عشان يصلي وبيسيب عاطف لوحده ولما بيرجع بيلاقي عاطف مضى على الورقة وبعدها بيطلب عاطف من دكتور أشرف إنه يمديله على ورقة تظلم فبيقوله دكتور أشرف إنه كان بيسيسه وانه خلاه يمدي على التسليم عشان يشتغل معاهم فبيترعب عاطف وبيطلب منه انه يمديله على الورقة وبيظهر ان دكتور أشرف كان بيهزر معاه وفي الوقت ده بتدخل عليهم ميس كوسر مديرة الممردين في الوحدة وبتطلب من دكتور أشرف انه يمديلها على ورقة فبيعرفها أشرف على عاطف وبيقولها ان الدكتور الجديد وبيروح عاطف عشان يسلم على ميس كوسر وفجأة بتقع لومت من المروحة اللي بالسقف فبيتخط دكتور أشرف وبيقولهم إنها لو كانت وقعت على دماغ حد فيهم كانت موتته وفي أثناء ما هو بيتكلم بتقع المروحة عليه وبتقتله فعلا فبيتصدم عاطف وبيسأل ميس كوسر عن مين اللي هيمديله وورق النقل فبتتعصب كوسر عليه وبتقوله إنه مش يقدر يمشي من الوحدة لأنه هو بقى المدير الحالي للوحدة فبيترعب عاطف وبيهرب وبتتفاجئ ميس كوسر وبتطلب من الموظفين إنهم يمسكوا عاطف لكنه بينجح إنه يهرب منهم وبيرجع للقاهرة ولما بيرجع عاطف البيت بيلايه والده مستنيه وبيسأله عن اللي عمله فبيهرب عاطف منه وبيدخل قطه وبعدها بيتصل على كرم صاحبه لكنه مش بيرد عليه وبيبقى عاطف قلقان وخايف وبيروح عشان يقعد مع أهله وبيتراب لما بوه بيطلب منه إنه يفتح المروحة وبيرفض عاطف وبيقوله إن الجو برد فبيستغربه من كلامه وفي أثناء ما هم بيتكلمه بيخبط الباب وبيتصدم عاطف لما بيفتح وبيلايه البوليس بيسأل عليه وبعدها بياخد البوليس عاطف للإسم وبيلايه مدير من وزارة الصحة موجود فبيسأله عاطف عن موقفه فبيرد عليه المدير وبيقوله إنه موقف وحش جدا فبيتراب عاطف وفي الوقت ده بيدخل عليهم الضابط وبيستغرب لما بيشوف يدومه وبيكون عاطف لابس يدوم البيت وبيطلب الضابط منه إنه يلبس بانطلون وبيكون بانطلون كبير ووسع لعاطف فبيتكلم عاطف وبيقوله الضابط إنه مقتلش الدكتور وإن المروحة وعت عليهم موقفين لكن الضابط بيكون عارفه بيقوله إنه طلبه تهمة هروبه من العمل كطبيب فبيقوله عاطف إنه لسه مبقاش دكتور وإنه كان راح عشان يقدم على تظلم وإنه تخضن لما عرف إنه هيبقى مدير الوحدة وهو لسه خريج ومش قد المسئولية فبيقوله لمدير العاطف إنه متفاهم موقفه لكنه على الورق هو مدير الوحدة وإنه لازم يسلم شغله فبيتكلم عاطف وبيقوله الضابط إنه ما يقدرش يسيب القاهرة ويروح القرية وإنه ركب 35 مواصل عشان يقدر يوصل للوحدة وإنه بالشكل ده مش يعرف يزور أهله لمدة سنتين فبيتعصب الضابط على عاطف وبيقوله إنه وراء أوادي كتير أهم من قضيته وبيهدده إنه لو ما راحش الوحدة هيحبسه فبيخاف عاطف وبيسأله عن المطلوب فبيقوله الضابط إنه يروح الشغل الصبح فبيسأل عاطف إنه كان يقدر يأجل التكليف بتاعه لحد ما الصيف يخلص فبيتري عليه الضابط وبيزعله وبيطلب منه إنه يسافر الصبح وبيترده من المكتب ولما بيخرج عاطف بيروح عشان يقابل كرم صح وبيحاول كرم إنه يهدي عاطف وبيقوله إنه أكيد في حال لكن عاطف بيكون متوتر وبيقول لكرم إنه هيهرب وبعدها بيطلب عاطف من كرم إنه يخلي خاله يتوسط له وبنعرف إنه خال كرم بيشتغل في البحرية فبيقوله كرم إنه معادش هينفعل واسطة خصوصا إنه موضوعه انتشر والوزارة مهتمة بموضوعه شخصيا وبعدها بيلاقي كرم حل المشكلة عاطف وبيقوله إنه يقدر يقعد في الواحدة ست شهور وينقل بعدها بشرط إنه ما ياخدش جزء أكتر من ست أيام فبيتضايق عاطف من طول المدة لكن كرم بيقنعه وبيقوله إنه ست شهور أول من سنتين وبعدها بيحاول كرم إنه يواصي عاطف وبيقوله إن بنات الريف أحلى من بنات تجمع فبيتعصب عاطف عليه وبيقوله إنه ما يعرفش بنات من التجمع أساسا عشان يعرف بنات من الريف وبيطلب إنه إنه يسكت وتاني يوم بيرجع عاطف للوحدة وأول ما بيدخل بيقابل أستاذ عبد البديع وبيتصدم عاطف لما بيعرف منه إنه خد جزء خمس تيام بسبب إنه هرب من الوحدة وبيسيبه وبيقابل ميس كوسر واللي اكتخده على مكتبه وبيتصدم عاطف لما بيلاقي جزء الدكتور أشرف لسه موجودة وبيسألهم عن مين السبب اللي خلاهم ما يدفنهوش فبتقوله ميس كوسر إنهم لازم ياخدوا إذن المدير الوحدة الجديد وإنهم ما عرفوش يدفنوا بسبب هروبه فبيطلب عاطف من ميس كوسر إنه نتكلم أهله فبتقوله ميس كوسر إنه وحيد وإنه كلهم ميتين وبتتعصب ميس كوسر على عاطف وبتطلب منه إنه يمدي على إذن الدفنة وبتسيبه وبتمشي وبعدها بنشوف ألفت ممرضة دكتور سامير واللي بيكون دكتور الأسنان في الوحدة وبتسأل ألفت دكتور سامير إن كانت تاخد فلوس من الناس ولا يستنوا لحد ما يعرفوا الدكتور الجديد وبنعرف إن دكتور سامير بياخد فلوس من المرضى أزيد من سائر تسكرت الكاش فبيرد دكتور سامير على ألفت وبيقولها إن عاطف عيل وإنه ما قدرش يعملهم حاجة وبنرجع لعاطف وبيطلب من ميس كوسر إنها تشوفه قوضة تانية يشتغل فيها لأنه بيكون متشاهم منها فبتقوله كوسر إن مفيش وبعدها بتعرفه على مهامه في الوحدة وبيقلق عاطف لما بيعرف إنه هو المسؤول عن كل حاجة فيها ولما بتمشي ميس كوسر بتقول لعاطف إنهم في كفر الشيخ وإنهم مش محتاجين شغل الفرفير بتاع القاهرة لكن عاطف ما بيكونش مهتم بكلامها وبينيم وبنشوف ألفت ويبتاخد فلوس زيادة من المرضى وبتدخلهم لدكتور سامير وبعدها بنشوف دكتور سامير وبيحط مونيكير على سنان المريضة وبيفهمها إنه بيبايت سنانها وبعدها بيطلب منها إنها ما تاكلش ولا تشرب ولا تغسل سنانها وبيبقى عاطف قاد في مكتبه وبيدخل عليه واحد وبيفكره مريض لكن ميس حلمية الممرضة بتقوله إنه موظف في الوحدة وبيطلب الموظف من عاطف إنه يديله أجازة يوم فبقى بيوافق عاطف وبيديله أجازة لمدة أسبوع فبتتصدم حلمية وبتقوله إن أسبوع كتير وإنه ما ينفعش يدي أجازات على الفاضي وبيظهر إن عاطف مش مهتم وبيقولها إنه بيين عليه راجل طيب فبتستغرب حلمية وبتسيبه وبتمشي وبعدها بتدخل حلمية لمكتب عاطف واحدة بيكون ابنها مريض وبتقوله عاطف إن ابنها أكل فول وإنه من ساعتها هو عيان فبيكشف عاطف على ابنها الكبير وبيتصدم عاطف لما بيعرف إن الطفل اللي عمره أسبوعين هو اللي أكل الفول وبتروح مسكوسر لعبد البديع وبتقوله إنها تخرج في مشوار وبتطلب منه إنه ياخد باله من عاطف لإنها قال أنا منه فبيوافق عبد البديع ولما بتمشي بيروح عشان يصال العصر وبنرجع العاطف اللي بتدخل عليه ممرضة وبتطلب إنه ينضلها على أجازة فبيوافق عاطف على طول فبتستغرب حلمية وبتقوله إنه المفروض يسألها عن سبب الأجازة فبيقوله عاطف إنه ما بيحبش يسأله إنها أكيد زيادة في الوحدة فبتقوله حلمية إنه ممرضة قوضة اللولة وبيستغرب عاطف لما بيعرف إنه في قوضة اللولة بمخصوص وبتظهر الدكتورة هاجر دكتورة المسؤولة عن الصيدلية وبتبقى بتتخاني مع مريض بسبب إنه عايز ياخد دوام مش موجود في الرشدة وفي الوقت ده بيدخل دكتور سامير عليهم وبيبان إنه معجب بدكتور هاجر لكنها ما بتكونش معجبة بيه وبيسألها دكتور سامير عن قرارها في الجواز منه فبتقوله هاجر إنها مش بتفكر في الجواز وإنها مركزة في دراستها وبس فبيتعصب سامير وبيقولها إنه عندها 25 سنة وإنها كبرت فبتزعق له هاجر وبتطلب منه إنه ما يدخلش في حياتها فبيدقى دكتور سامير وبيسيبها وبيمشي وبعدين بتروح مسردة وبتعرف زميلها إن عاطف بيدي أجازات لأي حد وبيروح كل الموظفين عند عاطف وبياخدوا منه أجازات وبيتصدم عبد البديع لما بيرجع وبيلاقي الوحدة كلها فاضية وما فاش حد وبيروح لعاطف وبيسأله عن اللي حصل فبيقوله عاطف إنه إده للموظفين أجازة وبيكون بيلعب ومش مهتم فبيتراهب عبد البديع وبيقوله إن القانون بينص على إن ربع الموظفين بس اللي ياخدوا جزة فبيخاف عاطف إنه ياخد جزة تاني فبيهدده عبد البديع وبيقوله إنه لو الوزارة عرفت هتعلقوا على باب الوحدة وفي أثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت واحدة بتصوت وبعدها بينزل عاطف وعبد البديع وبيلقوا واحدة بتولد وبيطلب عبد البديع من عاطف إنه يولدها فبيقوله عاطف إنه مش بيعرف يولد وإنه لسه ما تخصصش فبيخاف عبد البديع وبيقوله إنه لازم يولدها لأنهم لو اكتشفوا اللي حصل هيروحوا في ألف داهية وبعدها بياخدها عاطف لأود الولادة وبيطلب من عبد البديع ماية سخنة وبيحاول عاطف إنه يولدها وبيكون مش عارف لحد ما بينجح في إنه يخرج الجنين وفي الوقت ده بتوصل هاجر وبتاخد منه الطفل وبتقطع الحبل السري وبعدها بيزعلها عاطف على تأخرها وبيبقى مفكرها إنها دكتورة النسا فبتضيق هاجر وبتقوله إنها الدكتورة الصيدلانية وبعدها بيزعل عاطف وبيبانى على إنه محبط وفي الوقت ده بيتصل عليه مدير الإدارة وبيتصدم عاطف لما بيلاقي المدير بيديه جزى يوم بسبب إنه عارف حكاية أجازات الموظفين وبيستغرب عاطف إنه المدير عارف بقصة الأجازات فبيقوله عبد البديع إنه ممكن حد من الموظفين أول مرضى بلاغه فبيحبط عاطف وبيبقى مدايق بسبب إنه خد ست يام جزى وإنه لو خد يوم كمان هيفضل سنتين في الوحدة ومش هيعرف فين فبيوسيع عبد البديع وبيحاولوا إنه يطمنه وبيقولوا إنه جنبه وبينصح عبد البديع عاطف وبيقولوا إنه لازم يمر على الوحدة كل يوم ويعرف الموظفين إنه فيه مدير موجود لكن عاطف ما بيكونش مهتم بالكلام ده وبيقول عبد البديع إنه أهم حاجة ما ياخدش جزى تاني فبيحبط عبد البديع وبعدها بيطلب من عاطف إنه يرتاح لأنه عندهم نبطشية وبيتصدم عاطف لما بيعرف موعيد العمل وإنه المفروض يكون حاضر طول الوقت فبيطمنه عبد البديع وبيقوله إنه هيبقى في السكن ومش هينزل غير في الطوارئ وبيتفاجأ عاطف لما بيشوف السكن وبيسأل عبد البديع عن عفش البيت فبيقوله إنه تسرق وبعدها عبد البديع بيفرج عاطف على السكن ولما بيفتح عاطف الأوضة اللي في السكن بيخاف عبد البديع وبيحذره منها وبيمنعه إنه يفتحها فبيسأله عاطف عن السبب فبيقوله عبد البديع إن دكتور أشرف كان بيحذرهم منها بسبب إنه كل ما يفتحها بتحصله مصيبة فبيخاف عاطف وبعدها بيطلب من عبد البديع يمشي وبيشكره على تعبه معاه لكن عبد البديع بيرفضه إنه يمشي وبيقوله إنه هيعمله الغداء فبيرفض عاطف لكن عبد البديع بيصر إنه يعمله وبيقوله إنه هيعمله بيتزا ولما بيأكل عاطف بيلاقي البيتزا ناشفة فبيرميها من الشباك وبالليل بينزل عاطف الوحدة فبيلاقي الممرضات صهرانين فبيسألهم عاطف عن مكان يجيب منه اكل فبتارد علي الممرضة انها تشتري له اكل وبتقوله انها تجيب له واجبة كاملة بخمسة وستين جنيه بس فبيستغرب عاطف من المبلغ القليل وبيقولها ان الاكل في الارياف ارخص من المدينة وبعدما بيأكل عاطف بيلاقي صورة دكتور اشرف متعلعة الحيطة فبيرميها فبيقوله المريض انه تأخر وانه عايز يكشف فبيزعق له عاطف وبيطلب منه انه ينزل الوحدة وبعدها بينزل عاطف للوحدة ولما بيدخل مكتبه بيلاقي الممرضات متجمعين في مكتبه وبيفطاره وبتتفاجئ الممرضات لما حد بيفتح الباب لكنهم بيرجعوا يكملوا اكل لما بيلاوا عاطف وبتقولهم مسحلمية انهم كانوا مفكرينه ميس كوسر فبيقولهم عاطف انه موافق انهم ياكلوا في مكتبه على شرط يفطروا معايهم وبتتبسط الممرضات وبيقعدوا وبيسألهم عاطف على الغدر فبتقولهم مسحلمية انهم في الوحدة بيعملوا له اكل فبيكتشف عاطف ان الممرضة ضحكت عليه وبيعيت له اكل الوحدة اللي هو المفروض اصلا بيطلع له ببلاش وبعدها بيحاول عاطف انه يمر على الوحدة لكنه بيكون زهقان ومش لايح حاجة يعملها فبيقرر ان ينزل للصيدلية ولما بينزل بيلال موجودة دكتورة قلاء واللي بتكون زميلة هجر في الصيدلية فبيسألها عاطف عن هجر وفي الوقت ده بتدخل هجر فبيعطلها عاطف عن العمل وبيقولها انه ما كانش يقصه فبتسمحوا هجر وبتسأله عن حكايته فبيحكي لها عاطف وبيظهر لدكتور سامير وبيشوف عاطف وبيتكلم مع هجر وبيتحكوا فبيتعصب وبيمشي وبعدها بنشوف مسكوسر وهي بتزعق الالفت بسبب المكياج وبتطلب منها انها تشيله وبيروح عاطف عن دعيات الاسنان وبيسأل الالفت عن الكشوفات بتاعت العيادة فبتستغرب الالفت وبتدخله عند دكتور سامير وبتقوله على كلام عاطف فبيطلب سامير من الالفت انها تخرج وبعدها بيجبر عاطف ان يقعد على الكرسي فبيتفاجأ عاطف وبيسأل سامير عن اللي بيعمله فبيزعله سامير وبيهدده وبيقوله انه يبعد عن عيات الاسنان ويبعد عن هجر وإلا هيئذيه وبيطرده من القوضة ولما بيخرج عاطف بيكون مكسور وزعلان وبيسيب الوحدة وبيمشي وبيتمشي عاطف في البلد بعد ما بيخرج من الوحدة وبيبقى محبط وبيلايه واحد قاعد تحت شجرة وبيكون اسمه الحج محمد فبيروح عاطف وبيعد جنبه وبيحكي له عن الدكتور سامير عمله وبيعد عاطف يتكلم مع الحج محمد وبيسأله عن اللي بين سامير وهجر وبيقوله انه ممكن تكون خطبته وبعدها بيشكره عاطف وبيقوله انه استريح لما تكلم معاه لكن الراجل اصلا ما كانش رد عليه وبعدها بيسيبه عاطف وبيرجع للوحدة وفي الوقت ده بتتكلم قلق مع هجر وبتبقى عايزة تعرف كلام عاطف فبتقولها هجر انه كان بيعتذر لها وانه كان بين عليه انه شخص طيب فبتشكي قلق فيها وبتحس انها معجبة بعاطف وبعد مرور فترة بيقف عاطف قدام ناتيكتور وبيعد الايام اللي مر وبعدها بيشوف القوضة اللي الاستاذ عبدالبديح حذره منها وبيروح عاطف عشان يفتحها لكن قبل ما يفتحها بيشتغل جرس الانذار وبينادي عبدالبديح على العاطف وبيقوله ان الوحدة بتتحرق ولما بينزل عاطف بيلان مفيش حريقة فبيقوله عبدالبديح ان الحريقة في المكان اللي جنب الوحدة وانهم لو ما سيطروش عليها هتتحرق الوحدة فبيفكر عاطف وبيقول عبدالبديح انهم يسيب الوحدة تتحرق وساعته هيرجع للقايرة فبيستغرب عبدالبديح من كلامه وبيفكره انه ماضي على العهدة وان عاطف هيروح في دهيا لو حصل حاجة للوحدة فبيخف عاطف وبيروح مع عبد البديع لما كان الحريقة ولما بيوصل عاطف بيقابل الحاج ضبع صاحب البيت وبيستغرب عاطف لما بيلايه الناس وقفة ومش بتطف الحريقة وبيتكلم عاطف مع صاحب البيت وبيطلب منه انه يكلم المطافي فبيتعصب عليه الحاج ضبع وبيسأله ان كان كلم المطافي فبيخف عاطف وبيقوله انه ما كلمش حد وبيعرف عاطف إن من عادات البلد إنه ممنوع حد يطف الحريقة غير أصحاب البيت وإن لو حد طفها غيرهم هتفضل وصمة عارف عليتهم فبيستغرب عاطف من عاداتهم وبيقول عبد البديع إنه ممكن البلد كلها تولع بالشكل ده وبعدها بيرجع عاطف للوحدة وبيلاي المرضى بيتخنق عشان الكشف فبيطلب من حلمية إنها تدخلوا المرضى بالدور وبعدها بيكشف عاطف على المريض وبيطلب منه تحليل فبيقولوا المريض إنه هيجيله تاني لو ما خفش فبيقولوا عاطف إنه عنده نقرص وإنه بياخد وقت في العلاج فبيرد عنه المريض وبيقولوا يجيله بعد العصر يعني فبيتريق عاطف وبيقولوا يجيله على المغرب تكون لوحدة ولعة وبعد ما بيكشف عاطف على كل المرضى بيقول لحلمية إنه هيرجع للحريقة فبترفض حلمية وبتقولوا إنه لسه في مريضة برة وبتطلب منه إنه يمضي على ورق مسكوسر وبعدها بتدخل حلمية المريضة وبتكون كبيرة في السن وبيتصدم عاطف لما بيعرف إنها حامل في الشهر الرابع وبعد كده بيمضي عاطف على ورقة وبيسيب الختم اللي على المكتب وبيمشي وبينشوف دكتور سميره ومعدي جنب مكتب عاطف ولما بيلاقي مفتوح بيقرر إنه يسرق الختم اللي على المكتب وبينزل عاطف وبيتكلم مع هجر عن الحريقة وفي الوقت ده بيدخل سمير عليهم فبيرتبك عاطف وبيستأذن من هجر وبيمشي وبيحاول سمير إنه يتكلم مع هجر لكنها بتسيبه وبتروح لعاطف وفي الوقت ده بيدخل عبد البديع وبيقول لعاطف ان الحراية لسه ما اتطفتش فبتقترح حجر عليهم انهم يطفوها بتطفيات الحراية بتاعت الوحدة فبيفرح عاطف من الاقتراح وبيطلع للسكن عشان يجيب التطفيات لكنه بيتصدم اول ما بيشوف حجمها وبيقول للاستاذ عبد البديع انها منتهت الصلاحية وبيرفض عاطف انه ياخدها وبيقول لعبد البديع انه مش هيدحك الناس عليه ولما بيخرجوا من القوضة بيتفاجأ عاطف بواحد سبته وبيطلب فلوس من عبد البديع فبيشتمه عبد البديع وبيطلب منه انه يسيب عاطف لكن الحرامي بيرفض وبيقول عاطف مرعوب وبيقول لعبد البديع انه يديه الفلوس لكن عبد البديع ما بيكونش معه فلوس فبيعرض عاطف على الحرامي مبلغ اقل فبيوافق وفي اثناء ما بياخد الفلوس بيصوره عاطف بالتليفون وبعد ما بيمشي بيفضل عاطف يشتمه وبيقول لعبد البديع انه صوره و هيبلغ عنه وبيحاول عبد البديع انه يهديه وبنعرف إن الحرامي يبقى ابن أستاذ عبدالبديع نفسه ونسمه رمضان فبيتفاجأ عاطف وبيقوله إن شكله مضمن ولازم يتعالج فبيوعده عبدالبديع إنه يعالجه وبيترجى ما يبلغش عنه فبيوافق عاطف وبيتأثر عبدالبديع وبيحضنه وبيعيط وفي الوقت ده بتدخل عليهم مسكوسر وبتبقى شكة فيهم فبيرتبك عاطف وبيحاولوا إنه يشرح لها لكنها بتسيبهم وبتمشي وبيتحج عاطف وعبدالبديع من الموقف وبيرجعوا للحريقة ولما بتروح ألفت بتلاقي القضا مقفولة لكنها بتتفاجئ لما بتشوف مسكوسر قدامها واللي بتسأل عن اللي بتعمله فبتقولها ألفت إنها كانت بتدور على حلمها وبترتبك ألفت لما بتسألها مسكوسر عن اللي في إيديها وكانتها تعترف لحد ما بتعرف إن مسكوسر أصدع الحنة اللي في إيديها فبترتاح ألفت وبتقولها إنها تشيلها على طول وبنشوف ألفت وبيتسيب الختمة على الكرسي وبتمشي ولما بيرجع عاطف للحريقة بيلاقيها لسه شغالة وبيسمع الحج ضبع وهو بيطلب الشيخ مرزوق فبيسأل عاطف عبد البديع عنه فبيقوله عبد البديع إن الشيخ مرزوق هو اللي هيطف الحقيقة لكن عاطف ما بيكونش مقتنع وبيقوله بلاش جاهل وبعدها بيسمع عاطف الناس وما بيتكلمه عن الشيخ مرزوق وبنعرف إن أهل البلد شايفينه راجل بركة وسره باتع وفي الوقت ده بيوصل الشيخ مرزوق وفعلا بينجح إنه يطف الحريقة بكل سهولة وغسط ما الناس مصدومين وبيهللوا بيكون عاطف مصدوم ومش مصدق اللي شاف وبترجع ألفت عند الدكتور سمير وبتحكيله عن اللي حصل فبيتعثر سمير عليها وبيزعلها جدا وبيقولها إنه ممكن يتكشفوا فبتقوله ألفت إنه مفيش حد شافها وهي بتسيب الخدمة في مدخل الوحدة فبيدائي سمير لسبب إنه بيكون خايف إن عاطف يكتشف إن الخدمة سرق ويطلب تغييره ويضيع شغله وبيروح عاطف الصيدلية وبيتكلم مع هجر عن اللي حصل في الحريقة وبيكون لسه مش مصدق فبتنصحه هجر وبتقوله إنه ميركزش مع اللي بيحصل وإنه بقالها سنتين في البلد وكانت بتستغرب كل حاجة زيه لحد ما تعودت فبيقولها عاطف إنه مصمم يفهم اللي حصل في الحريقة ولما بيخرج بلال ختم موجود على كرسي فبيستغرب عاطف وبياخده وبيمشي وتاني يوم بيتصل والد عاطف عليه وبيستغرب إنه لسه نايم فبيقوله عاطف إنه كلمه لأنه محتاج منه فلوس فبيسأله والده على مرتبه فبيقوله عاطف إنه لسه ماكملش الشهر فبيوافق والده وبيقوله إنه هيبعت له فلوس وبيشكره عاطف وبيقفل معاه وبيكون عاطف زهقان فبيكلم عبد البديع وبيطلب منه إنه يخرجه وفي الطريق بيتكلم عاطف مع عبد البديع عن الشيخ مرزوق فبيقوله عبد البديع إنه راجل بركة وإنه بيشفل مرضى وبيجي له ناس من كل حتة عشان يشفيهم لكن عاطف ما بيكونش مقتنع وبيبقى شايفه دجال ونصاب وفي الوقت ده بيعدي عاطف على بيت الشيخ مرزوق وبيلايه الناس كتير عنده فبيسأل عبد البديع إن كان الناس بيخفه فبيحكله عبد البديع عن ابنه رمضان وبيقوله إنه كان تعبان جداً هو صغير ولفه بيعد كثرة لكن مفيش نتيجة وبعدها وده عند الشيخ مرزوق فقرى عليه وشربه حاجة وبعدها رمضان خف على طول فبيتريع عاطف عليه وبيقوله إنه فعلاً شارب وبعدها بياخد عبد البديع عاطف لفرح وبيعرف أهل الفرح على عاطف وبيقوله منه مدير الوحدة وبيتبسط عاطف لما بيروح الفرح لكنه بيتفاجئ لما بيلايه شيخ مرزوق هناك وفجأة بيجي واحد وبياخد عاطف عشان يأكل وبيتصدم عاطف لما بيخرجه بسرعة قبل ما يأكل وبيقوله إنه وقته خلص وبعدها بيطلب عبد البديع من عاطف إنه ينقط العريس فبيقوله عاطف إنه يشمع غير 10 جنيه بسبب سرقة ابنه ليه لكن عبد البديع بيصر إنه ينقط وبيقوله لما فيش حد ياخد باله ولما بيروح عاطف عشان ينقط بيتفاجئ لما بيلايه اللي خد منه الفلوس بيجيب سرته في الميكروفون وبيقوله إنه نقط بعشرة جنيه فبيتكسف عاطف ولما بيرجع لعبد البديع بيعرف إنه هو اللي قال اسمه للراجل وبيضحك عبد البديع عليه وبعدها بيطلب عاطف منه إنه يروحه وفي الوقت بيغمى على واحد في الفرح وبيروح عاطف عشان يكشف عليه وفي أثناء ما عاطف بيكشف على المريض بيدخل الشيخ مرزوق وبينجح إنه يفوق المريض وبيتصدم عاطف من اللي شافه وما بيعرفش يتكلم وتانيهم بيروح عاطف عشان يشتري أكل فبيقابل دكتور سمير وبيحاول عاطف إنه يوقفه ويتكلم معاً اللي عمله لكن سمير مش بيرد عليه وبيسيبه وبيمشي ولما بيرجع عاطف للوحدة بيكون متدايق ومتعصى فبتسأله حلمية عن سبب عصبيته فبيقوله عاطف إنه تاب من بلدهم إنه ما عادش فاهم فيها حاجة وفي الوقت ده بيكون عاطف بيكشف على طفل عنده حسية من الموز وبيقول والدته إنه حذرها إن ابنها هيكل موز وإنها تأكله حتة صغيرة جداً لو احتاج فبتقوله والدة الطفل إنها أكلته ثباتة موز كاملة فبيتعصب عاطف عليها وبيطلب منها إنها تاخد ابنها وتمشي وإلا هيبلغ عنها وبتروح هاجر عند عاطف وبتطلب منه إنه يحضر الندوة لكن عاطف يرفض وبيقولها إنه مش محضر كلام يقوله فبتقوله هاجر إنه لازم يحضر وإلا هياخد جيزة فبيخاف عاطف وبيحضر الندوة لكنه ما بيكونش عارف يتكلم وبيبدأ يتكلم عن الموز فبيتعصب المشرف وبيطلب منه يتكلم في موضوع علمي فبيقرر عاطف إنه يتكلم عن الشيخ مرزوق وبيتصدم كل الموجودين أول ما بيسمعوا الاسم فبيتكلم عاطف وبيقوله من اللي بيحصل لهم ده جهل وإنهم ما يصدقوش أي حاجة غير العلم وإن الشيخ مرزوق بيئزيهم وبيئزي عيالهم فبتفرح هاجر من كلامه بيسقف له المشرف وكل الموجودين وبعدين بيشكر المشرف عاطف وبيقوله إنه يتكلم في موضوع مهم وخطير وإنه يوصي عليه عند رئيس الإدارة فبيخاف عاطف اللي ياخد جيزة تاني وبيطلب منه إنه ما يجيبش سيرته في الإدارة خالص وبعد ما المشرف بيمشي بتروح هاجر وتهني عاطف وبتقوله إنها مبسوطة منه لأنه ما كبرش دماغه وكان مصر يواعي الناس فبيشكر عاطف وبيقولها إنه مبسوط من كلامها لكنه في الحياة مش مهتم وإنه يتكلم في الموضوع بس لأنه ما كانش عنده حاجة يقولها ولما بيجي الليل بينزل عاطف قدام الواحد عشان يكلم كرم صاحبه وبيحكيله عن البلد وبيقوله إنه ناسها طيبين وكل واحد في حاله وفي الوقت ده بتقف عربية قدام عاطف وبتخطفه وبيكتشف عاطف إن اللي خطفه بيكون الشيخ مرزوق بسبب كلامه عنه في الندوة بيتكلم الشيخ مرزوق مع عاطف وبيقوله إنه عارف إنه قال عليه دجله نصاب فبينكر عاطف وبيقوله إن اللي اتكلمت يا الدكتورة هاجر وبيرجع عاطف في كلامه وبيقوله إنه اضطر يتكلم عنه لأنه ما كانش لقى حاجة يتكلم فيها وبيكذب عاطف وبيقول الشيخ مرزوق إنه يتكلم عنه بكل شيء كوانه ما غلطش فيه لكن الشيخ مرزوق ما بيكونش مصدقه وبعدها بيطلب من واحد من رجالته إنه يفق عاطف وبيعتذر له عاطف على العمل وبيستأذن منه عشان يمشي فبيرفض الشيخ مرزوق وبيطلب منه انه يشرب شاي معاه وبيباني ان الشيخ مرزوق حط العاطف حبوبها الوسع ولما بيخرج عاطف من عنده بيلاقي حماره وبيتخال انه بيكلمه وبيطلب عاطف من الحمر انه يوصله للوحدة وبعدها بيشكر الحمر على التوصيله ولما بيدخل عاطف للوحدة بيلاقي واحد مستنيه وبيبقى عايز عاطف عشان يكشف على ابوه فبيطلب عاطف منه يستنيه غير هدومه ويروح معاه ولما بينزل عاطف بتتصدم المماردات من منظره وبيظهر عاطف وهدوم بهدلة وبيبقى مش في وعي بحاول المماردات انها تطمن ابن المريد وبيقوله ان عاطف دكتور شاتر وبعدها بيروح عاطف لبيت المريد وبيكون مش مراكزه وبيطلب منهم انهم يعملون لمون وبيفضل عاطف يشرب لمون وفي الوقت ده بيدخل ابن المريد عليهم وبيتصدم لما بيشوف الخياط اللي عاطف خياطها الجرح ابوه وبيبان ان عاطف خياط الجرح غلط فبيترده ابن المريد من البيت وبيتصل عاطف على أستاذ عبد البديع لكنه مش بيرد عليه وتانيون في الوحدة بيتكلم أستاذ عبد البديع مع مس حلمية وبيقول لها انه قلقان على العاطف وده لانه ملقوش في السكن فبتقوله حلمية انه مصيره يرجع ولما بيصح عاطف بيستغرب لما بيلايه نفسه في الزريبة ولما بيرجع للوحدة بيكون شاكلهم بعد وبيطلب من عبد البديع انه يلحقوا لانه مش في وعي لما بيفوق عاطف بيتكلم مع هاجر واستاذ عبد البديع وبيحكي لهم اللي حصل وبيقولهم انه شاكك ان الشيخ مرزوق حطله حبوب هلواسة في الشاي فبتسأل عاطف عن السبب اللي خلاه يروح للشيخ مرزوق البيت فبيرتبك عاطف وبيقول لها انه لا نفسه هناك فبتحذره هاجر وبتقوله انه الموضوع خطير فبيقوله عاطف له كويس ومش عايز مشاكل وبيوافق عبد البديع وبيقوله انه الاحسن يبعد عن الشيخ مرزوق لانهم ما يعرفوش اللي ممكن يعمله في عاطف وبيواسق استاذ عبد البديع عاطف وبيقوله انه ما يزعلش وبيسيبه وبيمشي وبيستأذن عاطف من هاجر وبيقولها انها يروح عشان يكشف على المرضى فبتحاول هاجر انها توقفه وبتقوله انه ممكن الشوية اللي جايين دول يكون حساس عشان حبوب الهلواسة اللي خادها فبيقوله عاطف انه كويس وبيسيبه وبيمشي وبعدها بيظهر عاطف وبيعيط على المريضة اللي بيكشف عليها وبيطلب من حلمية انها تاخد بالها من المريضة وبتمر الايام وبيبان ان عاطف بقى منساجم في الواحدة ولما بيجي معادل قبد بيتصدم لما بيلاقي القبد 20 جنيه فبيسأل عاطف استاذ متحة المسؤول عن القبد ان كان الفلوس خلصت منه او يجي لوقتي تاني فبيقوله متحة انه قبده 20 جنيه بس بسبب ايام الجزء اللي عليه فبيتعصب عاطف وبيقوله انه لو كان طالب كان ابدا كتر من كده وبيبقى عاطف مش عارف هيكمل بقية الشهر ازاي وفجأة بيفتكر متحة ان عاطف ليه التلتي من ارادة الوحدة لانه المدير وبيتصدم عاطف لما بيعرف انه نصيبه وصل 42 جنيه بسبب الخصومات وفي الوقت ده بتروح قلفت عن دهاجر وبتديلها شوكولاتة وبتقولها انها من دكتور سمير فبترفض هاجر انها تاخدها وبتديها القلقة صحبتها بس قلفت بتجدب على سمير وبتقوله ان هاجر كانت موسوطة لما خدت الهداية فبيفرح سمير وبيدي القلفت مكافأة وبعدها بشوية بيشوف عاطف ممرضة بتعيط وبيروح يسألها عن السبب اللي بيخالها تعيط فبتقوله ممرضة انها محتاجة اجازة ضروري عشانه معها عيانة وعايزة تبقى معيها فبيرتبك عاطف وما بيكونش عارف يتصرف ازاي وبيعيدها انه يكلم ميس كوسر وبيروح عاطف عند ميس كوسر وبيحاول انه يتكلم معا عن الممرضة فبتتعصب ميس كوسر عليه وبتقوله مالوش دعو بالممرضات فبيتوتر عاطف وبيطلب منها انها تدي للممرضة اجازة وبيقولها ان امها مريضة فبتقوله ميس كوسر ان الممرضة بتضحك عليه وان امها مش مريضة لكن عاطف بيفضل يقنع ميس كوسر وبيقولها ان ممكن الممرضة محتاجة اجازة بسبب ضغط الشغل فبتتريق مسكوسر عليه وبتقوله انه مش بيشتغلوا من الاساس عشان يبقى فيه ضغط شغل وبتهدد مسكوسر عاطف وبتقوله انه لو عايز ديها اجازة يشتغل هوا مكانها فبيخاف عاطف وبيقولها انه مش قادر يشتغل الشغل بتاعه عشان يشتغل شغل حد تاني وبيسيبها وبيمشي وبعدها بيتكلم عاطف مع حلمية وهاجر عن مسكوسر فبتشتم حلمية في مسكوسر وبتقول عاطف انها 6 قرشونة لكن هجر بتدفع عنها وبتقولهم إنها ستة عملية وبتشوف شغلها وبتبقى مسكوسر في نفس الوقت وقفة بره وبتسمعهم وما بيتكلموا عنها وبتتبسط لما بتسمع كلام هجر عنها فجأة بتدخل القضى عليهم بيستغرب عاطف لما بيليها بتتكلم معه بطريقة كويسة وإنها وفق تدي للممرضة أجازة فبيشكر عاطف وبعدها بتمشي مسكوسر وبيبقى عاطف مش مصدق إنها بتعامله حلو وبتتحكله وبتدخل ممرضة على عاطف وبتطلب منه إنه يلحق طفل صغير ولما بينزل عاطف بيكتشف إن الطفل عنده نزلة معوية بسبب إنه أكل عسل نحل من عند الشيخ مرزوق وبعدها بنشوف هجر ويرايحة للإدارة عشان ترجع الدوة منتهى الصلاحية وفي الوقت ده بيقابلها عاطف وبيقترح عليها إن يروح معاها فبتوافق وبيسيبها عاطف وبيروح يغير هدومه وفاجأة بيلاي رمضان قدام قط وبيسبتوا رمضان وبيطلب الفلوس اللي معاه وبيبقى رمضان عارف معد أبدأ عاطف فبيخاف عاطف وبيديوله 240 جنيه اللي معاه فبيدقى رمضانه وبيقوله إنه لو كان ساس كان عبادة أكتر من كده وبيطلب رمضان من عاطف إنه يديوله ربنا يبارك له في الفلوس فبيديع عليه عاطف وبيقوله ربنا يولع فيه هو وابو وبعدها بيخرج عاطف مع هجر وبيقرر إنه يعزمها على العصير لكنه بيفتكر إنه مش معا فلوس وبيحاول إنه يتوه وبيقول هاجر ان هم مستعجلين فبتقوله هاجر ان هم مش مستعجلين ولا حاجة فبيرتبك عاطف وبيضطر انه يعزمها وبتعرف هاجر انه عاطف مش معه فلوس وبتدفع هي حق العصير وفي أثناء ما هم ماشيين بيشوف عاطف مريض كان عنده بيدخل عنده مرزوق وفي الوقت ده بيلاقي عاطف ولد صغير بيعرض عليه انه يخليه شوف الشيخ مرزوق هو بيكشف مقابل انه يديله نص جنيف للدقيقة فبيقوله عاطف انه مش معه فلوس لكنه بيديله العصير بتاع هاجر بيشوف عاطف الشيخ مرزوق هو بيكشف على المريض وبيدفاجئ لما بيلاقي عارف تشخيصه من غير ما يكشف عليه وفي الوقت ده بيسرق الطفل الصغير اللابتوب بتاع هاجر وبيجري وبتقول هاجر لعاطف انها محتاجة تمشي عشان تلحق تسلم الدول للإدارة بس بتكتشف ان اللابتوب بتاعت سرق وبتطلع تجري هي وعاطف ورا الولد وبتنسى كارتون تدوها عند الشيخ مرزوق وما بيقدروش يلحق الولد فبتتعصب هاجر على عاطف وبتقوله ان هو السبب اللي حصل لها وان كده رسالة الماجستير بتاعتها ضاع فبيهديها عاطف وبيقولها انه يعرف حد يساعدهم وبيروح عاطف وهاجر عشان يقابلوا رمضان ولما بيظهر رمضان بيسبت عاطف فبتخاف هاجر وبتحاول انها تبعدوا لكن عاطف بيعرفها على رمضان وبتستغرب هاجر لما بتعرف انه ابن الاستاذ عبدالبديع وبعدها بيطلب عاطف من رمضان انه يساعدهم يلاقوا الحرامي فبيرفض رمضان وبيقولهم انه هو مدمن مش حرامي فبيستغرب عاطف وبيفكروا على اللي كان بيعملوا معاه فبيقوله رمضان انه هو الوحيد اللي بيسترقوا بسبب انه بيبلغ عنه وبتتفاجئ هاجر وتسأل عاطف ان كان بيتسرق فبيقولها عاطف انها كمان بتتسرق زيه فبتتعصب هاجر عليه وبتقوله انه هو السبب اللي هما فيه وبتكتشف هاجر انهم منسيوا الدواء في الشارع وبتتخاني مع عاطف وفي الوقت ده بيتصل الحرامي على هاجر وبيقولها ان معاه اللابتوب فبيكلمه رمضان وبيتفق معاه انه يجيب له اللابتوب لبيته مقابل انه يديله 5000 جنيه وبيتفاجئ عبدالبديع لما بيلاقي عاطف وهاجر مع رمضان وبيسأل رمضان عن العمل فبيقوله عاطف ان رمضان بيساعدهم في حوار سرقة فبيهزق عبدالبديع رمضان ابنه وبيطلب من عاطف انه يدخل البيت وبعد ما بيدخلوا البيت بيوصل للحرامي فبيطلب عاطف من رمضان انه يفتح للحرامي لكن رمضان بيكون نايم ومش بيردى انه يفتح فبيتوطر عاطف وبيضطر انه هو اللي يفتح الباب ولما بيدخل الحرامي بيبان على انه مش في وعيه وما بيكونش مركز بعدها بيثابتهم الحرامي وبيطلب منهم انهم يطلعوا كل حاجة معاهم وبنكتشف ان هو يكلمهم عشان يعرف يدخل البيت ويسرق باقي حاجاتهم وبيطلع هجر وعاطف كل حاجة معاهم لكنهم بيتفاجئوا لما بيلقوا الحرام يساب كل حاجة ومشي بسبب انه مش في وعي وبتفرح هجر ان اللابتوب بتاعي رجع وبعدها بتخرج هجر وعاطف وبيبدأ عاطف انه يحكي لها عن نفسه وبيقولها انه كان مفكر لما يتخرج هيشتغل في مستشمى نظيفة وان عمره ما كان يتخال انه هيلاقي نفسه مع مسايد في قط التطعيمات وهي بتاعش كرومب فبتوسيه هجر وبتقوله انه لما يبقى دكتور مشهور هيفتكر الايام دي ويدحك وبعدها بيسأله عاطف عن رسالة الماجستير بتاعتها فبتقوله هجر انها عن تأثير المضادات الحيوية على الاطفال وبتقوله انه تموحها كبير وانها نفسها تساعد الناس وبتسأل هجر عاطف ان كان بيحب الطب لكن عاطف ما بيكونش عارفه وبيحبه بجد ولا دخله بسبب رغبة ابوه وبعدها بنشوف دكتور ساميره وعند هجر وبيحاول انه يتكلم معيها لكن هجر بتتخاني معه وبتهدده انه لو ما بعيدش عنها هتقدم في شاكه وبتطرده وبيتحصب ساميره وبعدها بيتخاني مع المريضة بتاعته وبيسيبها وبيمشي وبتروح مسكوسر عند عاطف وبتطلب منه انه يمضلها على اذن رحلة اطفال الوحدة بيتريق عاطف وبيسأل مسكوسر عن اللي هيشوفه الاطفال في الوحدة وبعدها بتدخل مريضة على عاطف وبتشتكله من سامير وبتقوله انه عايز ياخد منها فلوس زيادة عن تمن التذكرة وبيخاف عاطف لما بيسمع اسم سامير وبيقول المريضة انه هيقدم شاكوى في الادارة فبتحبط المريضة وبتسيبه وبتمشي لكن عاطف بيحس بالزنب وبيوقفها وبيقرر انه يروح مع عيادة الاسنان ولما بيروح عاطف العيادة بيلاقي ألفت وبيسألها على الفلوس اللي خدتها من المريضة فبتتوتر ألفت وفي الوقت ده بيدخل سامير عليهم وبيقول لعاطف انه هو اللي طلب منها الفلوس وبيتحدى سامير ان كان عاطف يقدر يعمله حاجة فبيرتبك عاطف وبيوطي صوته وبيقوله ان ده ما ينفعش فبيسأله سامير عن اللي هيعمله وبيكون كل اللي في الواحدة بيتفرج عليهم فبيطلع عاطف خمسين جنيه من جيبه وبيديها لسامير وبيطلب من المريضة انها تدخل تكشف وبيقول لسامير ان هو هيبقى ليه كلام تاني في الموضوع فبيدأي سامير وبيطرد عاطف وبيطلب منه ان يروح مكتبه فبيطلع له عاطف لسانه وبيقوله انه يطلع مكتبه فعلا لانه هو المدير هو بتتريق هاجر على عاطف وبتسأله على الموقف الجمد اللي خده من سامير فبيصدق عاطف وبيقوله انه احرجه لما اداله الفلوس لكن هاجر بتتعصب عليه وبيقوله انه هو كده بيكافقه فبيقوله عاطف انه عمل كده لانه بيحس انه بينه وبين سامير حاجز نفسي فبتتحمس هاجره وبتطلب من عاطف انه يكتب مذكرة في سامير ويودي في دهية فبيرفض عاطف لانه بيخاف ان سامير ينتقم منه وياخد جهزة تاني وبينشوف ساميره هو متعصب بسبب اللي عاطف عمله معاه وبتحاول قول فتنات هديه وبتقوله انه عمل معهم كده بسبب انه خاف منهم فبيحلف ساميره انه هيعلم عاطف الادب وهيودي في دهية وبعدها بيخرج عاطف مع هاجر عشان يعزمها على عصير فبتسأله هاجر عن مرتبه اللي خلص فبيقول لها انه طلب فلوس من اهل وفي اسناء ما هم بيتكلموا بيلاهوا ناس متجمعين في بيت وبيسأل عاطف الناس اللي وقف عن اللي بيحصل فبترد عليه واحدة وبتقوله ان فيه طفلة تعبانة وعندها تشنجات وبيتراب عاطف لما بيعرف ان الشيخ مرزوق مع الطفلة بيكشف عليها وبتطلب هاجر من عاطف انهم يدخلوا ويكشفوا على الطفلة فبيخاف عاطف وبيحاولوا ان يهرب لكن هاجر بتدخل البيت وبتزعى للشيخ مرزوق لما بتسمعه وبيقول لأهل الطفلة انها ملبوسة وبيحاول عاطف انه يهديها وبيسأل الشيخ مرزوق ان كان عايز منه حاجة فبيتدقى مرزوق منهم وبيطلب من عاطف انه يمشي فبيوافق عاطف على طول لكن هاجر بترفض وبتقوله ان البنت هتموت فبيحاول عاطف انه يتكلم مع مرزوق بالراحة يقوله ان البنت عندها كهرباء زيدة في المخت وانها محتاجة تخصص وبيطلب منه انه يسيب ويكشف عليها لكن مرزوق بيصر انه عاطف يمشي فبتزعى هاجر لمرزوق وبتقوله ان هو اللي لازم يمشي في الوقت ده بيتخانق ابو الطفلة مع عاطف وهاجر وبيطردهم من البيت ولما بتخرج هاجر بتتعصب على عاطف وبتقوله انه كان لازم ياخد موقف وينقذ الطفلة لكن عاطف ما بيكونش مهتم باللي حصل وبيقول لهاجر انه كان شكلها حلوة هي بتتخاني فبتتصدم هاجر من كلامه وبتزعله وبتقوله انه فعلا عيل زي ما كله وحدة بتقول عليه ويسيبه بتمشي وبعدها بيروح عاطف عند الحاج محمد وبيعود يحكيله اللي حصل وبيقوله انه حاسس بالزنب عشان ساب الطفلة لكن الحاج محمد ما بيردش عليه ولما بيرجع عاطف لقوته مش بيعرف ينام بسبب اللي حصل وبيفضل يفتكر كلام هاجر وبيقرر عاطف انه يفتح باب القوضة اللي عبد البديع حذره منها وبيحاول عاطف انه يفتحها لكنه مش بيعرف وفجأة النور بيقطع فبيتراب عاطف وبينزل الوحدة وبينادي عن ممرضات لكنه مش بيلاقي حد وفجأة بيزر عبد البديع فبيخاف عاطف وبيضربه على دماغه بالعصال اللي في ايده ولما بياخد عاطف عبد البديع عشان يخاطله الجرح بيسأله عن السبب اللي خلاه يروح الوحدة بالليل فبيقوله عبد البديع انه عارف ان الكهرباء قطعت ومش هترجع غير الصبح وانهم لازم يلحقوا التطعيمات اللي في التلاجة وده بسبب انه ليها تاريخ صلاحية محدد وهتفسد لو الكهرباء مرجعتش وبيبقى عاطف مش مهتم وبيقول لعبد البديع انه يسيبها تبوز فبيستغرب عبد البديع من عاطف وبيقوله ان التطعيمات تمانها 80 الف جنيه وان عاطف هيدفع تمانها لو بوزت وياخد جيزة فبيخاف عاطف وبيسأل عبد البديع عن موالد الكهرباء بتاع الوحدة فبيقوله عبد البديع ان دكتور اشرف حرقه فبيضع عاطف على دكتور اشرف وبعدها بيعرض على عبد البديع انهم يودوا التطعيمات لحد في البلد فبيتعصب عبد البديع وبيقوله ان الكهرباء قطع في البلد كلها وان ما فيش حد هيوافق ياخد تطعيمات تمانها 80 الف جنيه فبيسأل عاطف عبد البديع عن القانون فبيقوله عبد البديع انهم لازم يودوا التطعيمات للوحدة اللي جنبهم وانها تمضيل ورقة باستلام التطعيمات وبيعرف عاطف ان قدامه خمس ساعات عبل ما التطعمات تفسد وبيخرج عاطف وعبد البديع عشان يروحوا للوحدة لكنهم مش بيلعوا حد يوصلهم فبيقترح عاطف انهم يتصلوا بالاسعاف وانها اكيد هتساعدهم ولما بيتصل عاطف على الاسعاف ترفض انها تروح لهم وبتقول انهم مش بينقلوا غير المرضى بكر عاطف وبيتصل على الاسعاف تاني وبيقول لهم ان معه حلة خطيرة ولما توصل الاسعاف بيتفاجئ وائل واللي بيكون سواء الاسعاف لما بيشوف عبد البديع وبيلاقي الجرح صغير فبيعترف عاطف وبيقوله انه محتاج يساعده في انه ينقل التطعمات طب يرفض وائل وبيقوله انه شغلته ينقل المرضى بيقنعه عاطف وبيقوله انه مستقبل واقف عليه فبيقول وائل لعاطف مشارط انه يدي له فلوس فبيوافق عاطف وبيقول وائل انهم لازم يمثلوا انهم مرضى عشان لو وقفوا في كمين ما يتكشفوش وفي الطريق بيبنى عاطف ومحبط وبيقول لعبد البديع انه مفيش يوم سالك عبد عليه من ساعة ما بقى مدير فبيتمنوا عبد البديع وبيقوله انه عارف انه قد المسئولية على الرغم من انها مسئولية كبيرة فبيتحمس عاطف وبيسأل عبد البديع ان كان شايفه عيل زي ما الوحدة بتقول فبيقوله عبد البديع انه شايفه عيل فعلا وانه دي حاجة مش عيب وانهم كلهم كانوا عيال وبيقوله ان العيل مصيره يكبر وفي الوقت ده بيوصلوا للوحدة اللي جنبهم وبيطلب عاطف من وائل انه يستناهم فبيقولوا واقل انه يحتاج فلوس زيادة فبيوافق عاطف ولما بيدخل الوحدة بيتصدم لما بيعرف ان التلاجة اللي فيها بايزة وانهم بيحط التطعيمات بتاعتهم في الوحدة اللي جنبوهم فبيطلب عاطف من عبد البديع انهم يروحوا للوحدة اللي جنبوهم فبيرد عليهم موظف الوحدة وبيقولهم انه مش هينفع لانهم حطين التطعيمات بتاعتهم هناك وبيقول الموظف العاطف انه ممكن يروحوا واحدة مئة مبرورة لكنها بتبعد عنهم ساعتين وربع فبيتضيق عاطف من الموظف وبيسيبه وبيمشي وبيقول عاطف لعبد البديع ان عندهم وقت وبعدها بيطلب عاطف من وائل انه يوديهم وحدة مئة مبرورة فبيرفض وائل وبيقول عاطف انه مكانها بعيد فبيترجع عاطف لكن عبد البديع بيتعصب على وائل وبيقوله انه هياخد فلوسه على الجزمة فبيتضيق وائل وبيقولهم انه مش يوصلهم فبيسكت عاطف عبد البديع وبيفضل يقنع وائل حد ما بيوافق وبيطلب واقل من عاطف انه يقعد جنبه ويخلي عبدالبديع وراء واسناء ما هما في الطريق بيتخانق عبدالبديع مع واقل لحد ما فجأة بيظهر واحد في الطريق وبيخبط واقل بالعربية فبيتراب عاطف وبينزل عشان يشوفه وبيفكره مال لكنه بيكلس عيش فبيرتح عاطف وبيطلب من المريض انه يركب معهم الاسعاف عشان يطمن عليه وبعدها بيقرر عبدالبديع انه يحبس واقل والمريض في عربية الاسعاف من وراء وبيسوق عبدالبديع هو العربية وبيبدأ يسوق بسرعة عالية جدا وبيخاف عاطف من انهم يعملوا حدثة وبيطلب منه انه يهد السرعة لكن عبدالبديع بيرفض وبعدها بيوصلوا مية مبرورة وبينجحوا انهم يوصلوا التطعمات قبل ما تفسد وبيرجع عاطف وعبدالبديع للوحدة الصبح وبيقابلوا حلمية واللي بتقول عاطف انه فيه مرضى كتير مستنينه فبيطلب عاطف منها انها تسكت وبيقولها انه هيغير هدومه وهينزل وبينشوف سميره وبيطلب من قلفة انها تاخد ورقة من اللي ختمتهم وتوديها المتحط موظف الوحدة وبيبقى مكتوب في الوحدة ان عاطف كتب لميس كوسر جزى خمس ايام ولما بتعرف ميس كوسر بتطلع العاطف قطه وبتتخاني معاه بسبب الجزى وبتقوله انها تسيب التمريد يتصرف هو فيه وبيكون عاطف مش فاهم حاجة وبيسأل عن اللي حصل لكن ميس كوسر مش بترد عليه وبتسيبه وبتمشي وفي الوقت ده بيكون الممرضات وقفين وبيتفرجوا فبيزعلهم عاطف وبيطردهم وبيروح عاطف عند متحط وبيسألوا عن الورقة فبيكتب متحط عليه وبيقوله ان مدير الادارة هو اللي يدلمس كوسر الجزئات فبيصده عاطف وبيسيبه وبيمشي وبعدين بتظهر والدة الطفلة اللي كان عندها تشنجات وبتكلم هجر وبتترجها انها تكشف عليها هي وعاطف فبتاخد هجر ام الطفلة عند عاطف واللي بتطلب انه يساعدها ويكشف على بنتها فبيقولها عاطف انه مش تخصصه وانها لازم تعرضها على دكتور مخ واعصاب فبتترجمه الطفلة وبتقوله ان جوزها رفض يكشف على بنتها وان بنتها حالتها بيت اسوأ خصوصا لما خادت الدول للشيخ مرزوق الدولها فبيخاف عاطف لما بيسمع اسم الشيخ مرزوق وبيرفض انه يكشف عليها وبيقول عاطف لوالدة الطفلة انه مش محتاج مشاكل لكنه بيحس بالزم وبيوافق يروح معيها وبتعرض هجر انها تروح معهم هي كمان وبتبقى هي وعاطف مش بيكلمه بقى وبعد ما بتمشي هجر بيطلب عاطف ميس حلمية انها تروح معهم عند المريضة بسبب انه مش عايز يكون مع هجر لوحد وبعد كده بنشوف ميس كوسر وهي عند متحة وبتسأله عن اللي ادها الجزة فبيكذب عليها وبيقولها انه عاطف هو اللي ادها الجزة وبيطلب متحة من ميس كوسر انها ما تقولش لحد على الهولها بحجة انها كده هدئزي فبتزع الميس كوسر وبتوافق انها ما تكلمش وبتسيبه وبتمشي وبيبقى كل ده بسبب سمير وهو اللي ختم ورقة ميس كوسر لانه بيبقى عايز يدمر عاطف وبيروح عاطف عند بيت الطفلة وبيكون معها هجر وحلمية ولما بيوصل بيك شفع الطفلة وبيديها دواء وبيكون ابو الطفلة بره البيت لكنه فجأة بيدخل البيت ولما بيلاقي عاطف بيرفع عليه البندقية وبيبقى عايز يقتله فبتلحقه مراته وبتحاول انها تهديه لكنه بيرفو بس عاطف بيتعصب عليه وبيقوله انه يقتله ان كان عايز وبيكمل كلامه وبيقوله انه بيعمل شغله بس فبيرتبك ابو الطفلة وبعدها بيديه عاطف الدواء وبيقوله يخليه معاه ان كان عايز يعالك بنته وبيسيبه وبيمشي ولما بيخرج عاطف بتقوله هجر انه عمل اللي عليه لكن عاطف بيكون متعصب وبيقرر انه يبلغ عن مرزوق وبتتبسط هجر منه لانها بتحس انه بياخد موقف وبتوصل الشرطة فعلا لبيت مرزوق وبيتهمه الظابط انه بيكشف عالناس من البررخصة فبينكر مرزوق وبيقول الظابط ان الناس اللي عنده بيزوروه وانه مش بيكشف عليهم ولا حاجة وبيسأل الظابط الناس عاللي بيعملوه عند مرزوق فبيردوا عليه وبيقولوله انهم بيزوروه ولما بتفتش الشرطة بيت مرزوق ما بيلاقوش حاجة وبيفشله انهم يقبضوا عليه وبيتعصب مرزوق وبيعرف ان اللي بلغ عنه هو عاطف وبعد كده بنشوف سميره هو عند مرزوق وبنعرف ان اليهم علاقة ببعض وبيطلب مرزوق من سامير انه يساعد وينتقى من عاطف فبيقوله سامير انه محضر له مصيبة عشان يطرده من الوحدة فبيفرح مرزوق وبيطلب من سامير ورقة من اللي كان بيختمهم عشان يلبس عاطف قضية فبيوافق سامير وتاني يوم بيسع عاطف وبيكون مبسوط وبيلبس جلبية وبينزل عشان يتمشى في القرية وبعدها بيقابل أستاذ عبد البديع وبيروحوا الوحدة سوا لكن عاطف بيتصدم لما بيلاقي فوضى في الوحدة ولما بيدخل بيلاقي فرح وناس كتير بيتبيح حاجات في الوحدة وبينشوف التمريد واساب شغل وبيعرف عاطف ان مسكوسر اهملت الشغل زي ما قالته فبيروح عاطف قضية عشان يكلمها لكنها ما بتكونش مدمة وبيقرر عاطف انه يدي مسكوسر جزا يومين بسبب اهملها في شغلها وبتتصدم مسكوسر لكنها بتقرر انها ما تعملش حاجة وبيدخل عاطف مكتبه وبيلاقي الممرضات فيه وبيبقوا هدوم فبيطردهم عاطف وبيزعق لهم وفجأة بتوصل الرقابة الادارية للوحدة وبيتصدم عاطف لما بيشوفهم وبيعرف من عبد البديع ان الادارة بتروح الوحدة عشان تفتش كل حاجة فيها وانها مش بتروح غير لما حد بيقدم شاكوى وانها عرف ان السامير هو اللي خطت لكل ده وانه هو اللي بعت للادارة وكذب عليهم وعمل ان المدير الوحدة وبعت لهم طلب مخطوم بختم عاطف انهم يأجلوا التفتش في الوحدة وبسبب كده الادارة شكت ان في حاجة غلط وعشان كده رحوا يفتشوا وبيقابل عاطف رئيسة الادارة وبيحاول يشرح لها اللي حصل لكنها ما بتهتمش بكلامه وبتطلب رئيسة الادارة من الموظفين اللي معاها انهم يفتشوا في الوحدة وبتصدم رئيسة الادارة لما بتشوف الاهمال اللي في الوحدة وبتدخل قط التطايمات وبتلاقيه موجود في التلاجة عنب وبتبدأ الممرضات تتخاني مع رئيسة الادارة وبيحاول عاطف انه يوقفهم لكنه بيفشل وفي الوقت ده بيكون سامير بيكشف على مريضة وبيتعصب عليها لما بتدخل رئيسة الادارة عليه فبيمثل سامير انه بيعمل المريضة كويس وبعدها بيدخل رئيسة لمكتبه وبيقف البف وش عاطف وبعدها بتروح هاجر عند ميس كوسر وبتترجعها انها تنقذ الموقف وبتقول لها هاجر ان مش عاطف هو اللي كتب لها الجزة وان اكيد في حاجة غلط لكن ميس كوسر ما بتصدقهاش وبتقول لها انها اشتغلت طول عمرها صح عشان ما تاخدش جزة وتحفظ على معاشها وبترفض مس كوسر انها تنقذ الموقف وتساعد عاطف وبتخرج رئيسة الادارة من الوحدة وهي مديقة من اللي شفيته وبيترجع عاطف انها تديله فرصة تانية وبيقول لها انه لسه متخرج وانه كتير عليه بقى مدير الوحدة لكن رئيس الادارة ما بتقتناش بكلامه وبتقوله انه هيتحول التحقيق بسبب الكوارس اللي شفيتها في الوحدة وفي الوقت ده بيدخل ناس من اهل البلد على رئيسة الادارة وبيشتكوا من عاطف انه بيوصف لهم دوا غلط وان عاطف ياخد فلوس تبرعات الوحدة ليه وبيوروها ورق مختم بالختمة تاعه فبيقوله عاطف لرئيسة الادارة انه ما ختمش الورق دوا اللي شايفه فبتسأل رئيسة الادارة هاجر عن الدوا بتعرف هاجر انه هو نفسه الدوا المنتهى الصلاحية اللي نسيه عند مرزو فبتحول رئيسة الادارة هاجر للتحقيق لكن عاطف بيدفع عن هاجر وبيقول لرئيسة الادارة انها غلطته وانه هو اللي نسي الدوا في الشارع لكنها ما بتقتناش بكلامه وبتحوله هو هاجر للتحقيق وبتقوله عاطف انه موقف عن العمل نهائي وانها تحقق معه شخصيا عشان تضمن انه يتحسب على كل العمل وبيتأثر عاطف هو ما بيكونش عارف يتكلم ولما بتمشي رئيسة الادارة بيروح لها عبد البديع وبيترجعها انها تسامح عاطف وبيقولها انه لسه صغير لكنها ما بتهتمش بكلامه وبتتعصب عليه وبتطلب منه انه يمشي وبيتفاجأ عاطف لما بيلايه مرزوء واي في قدام الوحدة وبيقول للناس انه الدكتور اللي كان بيكشف على عيالكم تلع حرامي وبيلايه عاطف ان البلد كله قفى ضده وبتبقى مسكوسر وقفة مصدومة وبعدها بيدخل عاطف الوحدة وبيلايه الموظفين مستنيينه وبتنزل مسكوسر من قدتها وبتتكلم معاه وبتقوله انها مش مصدقة لتقال وبتطمنه وبتقوله انه ما يشهده معاه وبتحاول مسكوسر انها تبرر موقفها لكن عاطف بيسكتها وبيقولها ان الموضوع كبر منه وبيسيبها عاطف بيروح لمكتبه وبيبقى محبط وزعلان وفجأة بيدخل عليه طفل صغير بيحدفه بورقة وبيتصدم عاطف لما بيفتح الورقة وبيلايه مكتوب فيها جزا مسكوسر ومختم بالختم بتاعه وبيجري عاطف وراء الطفل وبيسأله عن المكان اللي جاب منه الورقة وبيكونه استاذ عبد البديع واقف معاه وبيزع على الطفل عشان يعرفه المكان اللي لقى الورقة فيه وبيروح عاطف عند متحة وبيسأله عن السبب اللي خلاه يضحك عليه بخصوص جزا مسكوسر فبينكر متحة لكن عاطف بيهدده وبيقوله انه هيدربه لو ما تكلمش وانه معادش باقي على حاجة فبيعترف متحة وبيقوله عاطف انه سمير هو اللي طلب منه يعمل كده عشان يوقعه في مسكوسر فبيروح عاطف عنده قلفة وبيسأله عن سمير فبتقوله انه بره بيشتري سجاير فبيخرج عاطف وبيروح عشان يقابل سمير وفي الوقت ده بيقابل هجر وبيطلب منها البخاخ بتاعها واللي بتستخدمه في الدفاع عن نفسها وبياخده وبيمشي هو استاذ عبد البديع وبيروح عاطف لسمير وبيروشه بالبخاخ في عينه وبيطلب من عبد البديع انه يمسكه معاه وبعدها بياخد عاطف سمير لمكتبه وبيربطه في السرير فبيزعق سمير فيه وبيأمره انه يفوكه اسأله عاطف عن الورق اللي ختمه فبينكر سمير وبيمثل انه ما يعرفش حاجة عن الورق وبيطلب عاطف من قلفة انها تتكلم لكنها بتخاف تتكلم لحد ما بيهددها عاطف وبيقول لها انها لو ما تكلمتش هيحبسها مع سمير فبتتراب قلفة وبتحكي له وبتقوله ان سمير سرق الختم بتاعه وختم ورق كتير على بياض وانه بعدها طلب منها انها ترجع الختم فبيتعصب سمير على قلفة وبيزعق لها وبيفتكر عاطف الختم للأيوم الحريقة وبعدها بتطلب هجر من عاطف انه يركز ويشوف باقي الورق اللي سمير ختمه وبيسأل عاطف سمير عن باقي الورق لكن سمير بيرفض انه يتكلم لحد ما بيهدده عاطف فرقنا مخدرة وبيقوله انه من قصرها الشلل وانها هتأصل عليه لما يتجوز وانه لو ما تكلمش هيحقنه بيها فبيخاف سمير وبيعترف على مكان الورق وبتتصدم ألفت لما بتعرف ان الورق في مكتبها فبتعترف على كل حاجة سمير عملها وبتقوله عاطف ان السمير هو اللي زور قمضته وهو اللي بلغ الرقابة الإدارية بسأله عاطف عن السبب اللي خلاه يتهمه في قضية تبرعات وبيتأثر وبيقول لسمير انه ما أزوش في حاجة فبيحلف له سمير انه ما لهش علاقة بقضية التبرعات وانه ممكن يسأل حلمية وبتصدم عاطف لما بيعرف ان حلمية كان لها علاقة بالشيخ مرزوق وانه هي اللي كانت بتبلغه بكل حاجة وبنعرف ان المرزوق كان بيسرق أدوية فياجرة هو وسمير كان بيحط الفياجرة في عسل ويباعها للناس وان حلمية هي اللي كانت بتسرق تشخيص المرضى من الدكتور وبتبعتها المرزوق وانه هي اللي عرفته ان عاطف بلغ عليه وانه مرزوق خبأ كل حاجة قبل الشرطة ما تروح له وتفتش بيته وبيبقى مرزوق هو اللي بيقاجر الناس عشان يمثلوا انهم مرضى عشان يبانى انه بيشفيهم وهو اللي بعت رجالته عشان يطفوا الحريقة وبعدها بتحاول حلمية انها تتكلم مع عاطف لكنه بيرفض يسمعها بيقولها انها ما جاتش عليها وبيتكلم عاطف مع هاجر ومسكوسر وبيشهدهم عليه سمعون وبيقولهم انه هيقدم الورق للإدارة عشان يخلص من القضية اللي عليه وفي الوقت ده بيتكلم سمير وبيحاول يمنع عاطف انه يبلغ النيابة فبيقوله عاطف انه ضحك عليه وان الحقنا ما كانش فيها مخدر وانه لقاها في درج مكتابه وبيشتمه وبيسيبه وبيمشي وبعد ما بيخرج عاطف من مكتب سمير بتقوله هاجر انها مش مصدقة ان حلمية كانت جسوسة فبيقولها عاطف انها مش مشكلة حلمية بس وان اهل البلد عايزين اللي زي سمير ومرزوق وبتحاول هاجر انها تقنع عاطف انه يفضل في الوحدة فبيرفض عاطف وبيقولها انه ناقص له كتير عشان يبقى دكتور وانه يبقى مدير وحدة زي دي حاجة كبيرة وبيسيبها وبيمشي وبالليل بيلما عاطف هدومه ولما بينزل بيلامس كوسر وهاجر وعبد البديع مستنينه فبيسألهم عاطف عن معادة وصول المدير الجديد فبتقوله مسكوسر انه يوصل قريب وبتطلب من عاطف انه يلحق يمشي عشان ما يتأخرش فبيوضع عاطف وبيمدحها وبيقولها ان الوحدة ما ينفعش تمشي من غيرها فبتتأثر مسكوسر من كلامه وبتشكره وبيحزن عبد البديع وبيعايته وبيسأله ان كان هيرجع تاني فبيقوله عاطف انه هيرجع عشان يشوفه وبيحضنه وبعدها بيطلب من عبد البديع انه ما يعملش بيتزة تاني وبيتحكوا كلهم وبتأثر هاجر لما بيوضع عاطف وبيمشي بعدها وبعد كده بنشوف ميكروباس ماشي عالطريق وبيكون فيه الدكتور الجديد وبنشوف مرزوق هركب عربيته فجأة بتدخل عربيت مرزوق في الميكروباس وبيعملوا حدثة وفي الوقت ده بيكون فيه ناس عالطريق وبيشوفوا الحدثة وبينقلوا الجرحة للوحدة وبتكون الوحدة ما فيهاش دكتور وبيبقى الممرضين مش عارفين يتصرفوا ازاي مع كل عدد الجرحة اللي في الوحدة لكن في الوقت ده بيكون عاطف في الطريق راجع القاهرة وبيتصدم لما بيسمع خبر الحدثة من السوائل لجنبه فبيقرر عاطف انه يرجع للوحدة وبيبدأ عاطف انه يسعف المصابين وبيطلب من الممرضات انهم يكونوا جنب المرضى وبيطرد الاهل من الوحدة وبيتفاجئ عاطف لما بيلاقي الشيخ مرزوق بين المصابين لكنه بيقرر انه ينقذوا وبيظهر ان الشيخ مرزوق قطع النفس لكن عاطف بيفضل يسعفوا لحد ما بينجح وبيفوق الشيخ مرزوق وبعدها بتوصل الاسعاف وبتتصدم لما بتعرف انه دكتور واحد بس هو اللي انقذ كل المصابين وبعدها بيشوف عاطف شيخ مرزوق في عربية الاسعاف وبيروح عشان يكلمه لكنه يتفاجئ بالناس ويبتزقه عشان يتطمنوا على الشيخ مرزوق وبيفكروا انه عاش بسبب سره الباتع فبيضحك عاطف وبيمشي وبعد مرور فترة بنشوف عاطف وبيتكلم مع الحاج محمد وبيحكيله عن اخباره وبنعرف ان عاطف فضل المدير الوحدة وان الرقابة ديته جزا يومين وبالسبب كده هيقعد سنتين في الوحدة لكنه بيبان على انه مبسوط وانه تعود على الحياة في البلد وبيتصلح عاطف وهاجر وبيبان انهم معجبين ببعض وبيقول عاطف للحاج محمد انه بيحاول يكون مدير بجد وبيقوله ان كان نفسه ينتصر على الشر ويبقى بطل لكنه ما حصلش وبنعرف ان المرزوق لسه بيشتغل ولسه الناس بتروح له وبعدها بيشكر عاطف الحاج محمد لانه كان بيسمعه طول الفترة اللي فاتت وبيقوله ان لسه في حاجة واحدة بس شغلة باله وبيتفاجأ عاطف لما بيرد عليه حاج محمد وبيسأله عن اللي شغله وبعدها بمشوف عاطف وبيفتح القودة اللي عبدالبديح حذره منها وبيخلص الموسم الاول من المسلسل الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو ناعي ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام